أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العهد على ما تشهده العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية الصديقة من تطور وتنم مستمر بفضل ما تستند إليه من تعاون وتنسيق مشترك في مختلف المجالات مشيرا سموه إلى همية موصلة الدفع بمستويات الشراكة وتعزيز التعاون الثنائي نحو مستويات أكثر تقدما بما يسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة ويعود بالخير والنماء على الجميع جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر الإقضيبية اليوم بحضور سعادة السيد حمد بن فيصل الملكي وزير شؤون مجلس الوزراء لدى لقاء سموه سعادة السيد إيريك جيرو تيلم سفير الجمهورية الفرنسية وذلك بمناسبة تعينه سفيرا لبلاده لدى مملكة البحرين حيث رحب سموه بسعادة السفير متمنيا له التوفيق والسداد في مهامه الدبلوماسية الجديدة كما تم خلال اللقاء مناقشة أخر المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك حيث أكد سموه حفظه الله على المكانة والثقل الاستراتيجي للجمهورية الفرنسية على الخارطة الدولية منوها بالدور البارز الذي تطلع به إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم بما يسهم في دعم مختلف مسارات التنمية من جانبه عرب سعادة السفير عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد على ما يليه من اهتمام وحرص على تعزيز العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة